بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميا عضوية واحد وسنمر إلى المحور الثالث الذي يتمثل في شرح قواعد تسمية هيدروكربولات الألفاتية المشبعة والغير مشبعة وكذلك أهم المجموعات الوظيفية حسب النظام العالمي للكيميا البحتة التطبيقية ثم في الجزء الثاني من هذا المحور سنقوم بشرح درجة عدم التشبع للمركبات العضوية وأنواع التشكل للمركب العضوية بداية الهيدروكربونات تنقسم إلى قسمين كبيرين إلى هيدروكربونات ألفاتية وهيدروكربونات أروماتية وتنقسم الهيدروكربونات الألفاتية إلى قسمين إلى هيدروكربونات ألفاتية مشبعة وتسمى الكينات وهيدروكاربونات ألفتية غير مشبعة وتنقسم إلى قسمين إلى الكينات إذا كانت تحتوي على رابطة ثنائية كاربون كاربون وإلى الكينات إذا كان المركب يحتوي على رابطة ثلاثية كاربون كاربون وتنقسم كذلك الهيدروكاربونات الألفتية المشبعة والتي تسمى بألكنات إلى قسمين إلى ألكنات ذات سلسلة مفتوحة وآلكنات حلاقية إذن سنبدأ بشرح كيفية تسمية الهيدروكربونات الألفاتية والتي تنقسم إلى ألفاتية مشبعة وفي الجزء الثاني سنقوم بشرح كيفية تسمية الهيدروكربونات الألفاتية الغير مشبعة إذن سنبدأ بالجزء الأول من المحور الثالث حيث سنقوم بشرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الألفاتية المشبعة إذن وتنقسم الهيدروكاربونات الألفاتية المشبعة إلى قسمين إلى المشبعة ذا سلسلة مفتوحة وتسمى بالألكانات المفتوحة ولديها السيغة العامة CnH2n2 وكذلك إلى هيدروكاربونات الألفاتية المشبعة حلقية وتسمى بالألكانات الحلقية ولها السيغة العامة CnH2n إذن سنبدأ بشرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الألفاتية المشبعة ذا سلسلة مفتوحة ويمكن لهذه السلاسل المفتوحة أن تكون إما مستقيمة أو أن تكون متفرعة إذا كانت هذه السلاسل إذن مستقيمة تسمى بالألكانات المستقيمة وفي هذا الجدول كتبنا إذن هذه المركبات التي تنتمي إلى الألكانات المستقيمة بداية من المركب الأصغر والذي يسمى بالميثاين CnH4 ثم بتدرج نجد المركبات الأخرى والتي لديها السيغة العامة أو السيغة الجزئية CnH2n مع 2 إذن نذكر هنا بتدرج الإثاين C2H6 ويتحتوي على كربونين أو البروباين يحتوي على ثلاثة كربونات إذن سلسلة مفتوحة من ثلاثة كربونات البيوتاين سلسلة كربونية من أربعة كربونات البنتاين خمس كربونات الهيكساين ستة كربونات والهيبتاين سبعة كربونات إذن يمكن أن نكتب بهذا الشكل إذن CnH2 خمسة كربون والأوكتاين ثمانية كربونات كذلك كلها إذن لها السيغة الجزئية CnH2n مع 2 9 C9 إذن C7 وكربون ثم ننتهي في هذا الجدول بالسلسلة ذات عشر كربونات وتسمى بالديكاين ستة إذن كربون CnH2 ثمانية ثم إذن كربون كما يجدر الملاحظة هنا بالنسبة بالستثناء الأربع مراكبات الأولى فإن باقي المراكبات تشتق من الأرقام اليونانية فبنت وهيكس وهيبت وأوكت ونون وديك هي أرقام يونانية نعني بها إذن خمسة ستة هيبت يعني سبعة ثمانية أكت وتسعة نون وعشرة ديك ترجمة نانسي قنقر